اشتركوا في القناة على وشك الحدوث استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرفوا كيف يمكنكم أن تستعدوا روحيا لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك تحياتي وأهلا بكم في راديو فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أنا مضيفكم إبراهيم نادر وأنا يوسف رادي يسرنا أنكم تستمعون إلينا اليوم في حلقة إذاعية سابقة قدم لنا يوسف الدليل على أن عقيدة الثلوث هي عقيدة غير كتابية أنما جاءت من الوثنية القديمة هذا صحيح يا إبراهيم الإيمان بالآب والابن والروح القدس متحدين في ألوهية ثلاثية واحدة عقيدة أساسية في المسيحية الحديثة ومع ذلك لم يكن المسيحيون الأوائل يؤمنون بها حتى الموسوعة الكاثوليكية الحديثة تشير إلى التالي وهنا أقتبس لا ينبغي على أي كانت تحدث عن الثلوثية في العهد الجديد من دون أن يمتلك المؤهلات الجادة لذلك عندما يتحدث أحد عن الثلوثية بلا جدارة ترى هو ينتقل من فترة الجذور المسيحية إلى فلنقل الربع الأخير من القرن الرابع ففي تلك الفترة فقط أصبحت ما قد يمكن تسميتها عقيدة الثالوث النهائية الخاصة بإله واحد في ثلاثة أشخاص مندرجة تماما في الحياة المسيحية والفكر المسيحي إذن حتى الكاثوليك يقرون بأنها لم تكن عقيدة مقبولة في المسيحية إلا بعد مرور أربعمائة عام على حياة المسيح الكتاب المقدس لا يعلم بالتأكيد الألوهية الثلاثية فهو يقول في سفر التثنية الإصحاح السادس الآية الرابعة اسمع يا إسرائيل يهو إلهنا إله واحد فكرة أن نعبد ما يشبه الواحد في الكل والكل في واحد والآلهة الثلاثية هي مفهوم وثني بحت إذن هل تقول إن لا وجود للروح القدس؟ لا ليس هذا ما أقوله على الإطلاق جيد لأن الكتاب المقدس يتحدث فعلا عن الروح القدس صحيح يا إبراهيم وهذا ما أود التحدث عنه اليوم ولكن قبل الخوض في الموضوع أود أن أقدم توضيحا سريعا إلى الذين يستمعون إلينا للمرة الأولى إن كنتم تستمعون إلينا للمرة الأولى فستلاحظون أننا نفضل استخدام الأسماء الحقيقية الأصلية للآب والابن صحيح الدراسة المتأنية تشير إلى أن اسم الآب الشخصي هو يهوى أو ياه واسم الابن ليس يسوع إنما يهوشوى صحيح من المهم أن نعرف اسميهما لأن الكتاب المقدس يشجعنا مرارا وتكرارا على أن ندعو باسمهما ولا يمكننا فعل ذلك إن لم نكن نعرف اسميهما صحيح وهناك المزيد واحدة من المكافآت التي وعد بها الغالبون هي أن يكتب عليهم اسم الآب والابن تقول رؤيا يحنى من يغلب فسأجعله عمودا في هيكل يهوى إلهي أو إلوها ولا يعود يخرج إلى خارج وأكتب عليه اسم يهوى إلهي واسم الجديد رؤيا يحنى الإصحاح الثالث الآية الثانية إذن سيكتب اسم الآب واسم الابن على الغالبين صحيح يا إبراهيم إنه لشرف عظيم لأن ذلك يعني بعبارة أخرى أن العائلة المالكة ستتبنانا لن نكون بعد اليوم تمردين ولدوا من الزنا إن صحب تعبير ولكن سنكون محبوبين ومقبولين كأعضاء من عائلة السماء المالكة سنمنح أسماءه هذا رائع حسنا الآن يوسف لدي سؤال لك تفضل في حلقة سابقة بينت لنا بالفعل أن عقيدة الثالوث جاءت من الوثنية صحيح يا إبراهيم لا وجود لشخص ثالث في الألوهية يلفه الغمو ولكن ماذا يكون لأن الكتاب المقدس يتحدث عن الروح القدس في الواقع ثمت إشارات إلى روحية والروح القدس في كل من العهدين القديم والجديد إذن ماذا يكون سأكون صادقا معك واقع أن الكتاب المقدس يتحدث عن الروح القدس هو أحد الأسباب التي دفعتني ولفترة طويلة إلى عدم تصديقي من لا يؤمنون بالثالوث وأخذهم على محمل الجد كيف تقول إذن أن الثالوث غير موجود في حين أن الكتاب المقدس يتحدث حقا عن الروح القدس؟ هذا سؤال جيد يا إبراهيم ويسرني أنك ترحت الجواب يصبح واضحا بمجرد أن تفهم بالتحديد ماذا يكون الروح القدس هناك كلمتان مستخدمتان في الكتاب المقدس للإشارة إلى الروح القدس الأولى هي الكلمة العبرية رواخ وهي مستخدمة في العهد القديم كله والثانية هي الكلمة اليونانية نيومة والكلمتان لهما المعنى نفسه وهل هي الكلمة نفسها التي تستخدم للإشارة إلى الروح الشريرة أو الجان كما جاء في سفر اللويين وإذا كان في رجل أو امرأة جان أو تابعة فإنه يقتل بالحجارة يرجمونه دمه عليه سفر اللويين الإصحاح العشرون الآية السابعة والعشرون لا يا إبراهيم كلمة الروح أو سبيرت المترجمة هنا لها معنى مختلف تماما ولها علاقة باستحضار الأرواح أو التكلم مع أرواح الموت هذه العبارة لا تستخدم أبدا للإشارة إلى الروح القدس أو روحية أول استخدام على الإطلاق لكلمة روواخ للإشارة إلى الروح القدس نجده في بداية أول إصحاح في الكتاب المقدس الكلمات الأولى من الكتاب المقدس تتضمن إشارة إلى الروح القدس تقول في البدي خلق إلوهيم السماوات والأرض وكانت الأرض خريبة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح إلوهيم يرف على وجه المياه سفر التكوين الإصحاح الأول الآيتان الأولى والثانية وكلمة إلوهيم هي صيغة الجمع وهي أيضا تشير إلى يهوى إنها أداة عبرية كانت تستعمل لتظهر أهمية الشخص إذن ما الذي تعنيه كلمة رواخ ونيومة؟ بالضبط ما يقوله الكتاب المقدس كلمة رواخ تعني النفس، الهواء، الرياح، النسمة، الروح ما يقوله هنا هو إن الروح القدس هو حرفيا نفسيا والعبارة اليونانية نيومة لها المعنى نفسه بالضبط تيار من الهواء نفس أو نسمة حسنا يوسف هل تعطينا بعض الأمثلة من التي تستخدم فيها ويكون معناها النفس؟ طبعا يا إبراهيم في سفر التكوين الإصحاح السادس نقرأ ما يقوله يهوى لا يدين روحي أو نفسي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مائة وعشرين سنة ثم بعد ذلك بآيات قليلة يقول فها أنا آت بطوفان الماء على الأرض لأهلك كل جسد فيه روح حياة من تحت السماء كل ما في الأرض يموت الكلمة نفسها استخدمت للإشارة إلى النفس وإلى الروح الكلمة نفسها راجع سفر التكوين الإصحاح السادس الآية الثالثة والآية السابعة عشرة صحيح لاحقا خلال نقاش بين أيوب ورفاقه استخدمت كلمة رواخ بالمعنى نفسه يقول ألفاز التيماني لأيوب كما قد رأيت إن الحارثين إثما والزارعين شقاوة يحصدونها بنسمة يا يبيدون وبريح أنفه يفنون ريح أنفه معنى هذه الكلمة هو نفسه الذي استخدم في الإصحاح الأول من سفر التكوين في عبارة روح ياه يرف على وجه المياه أيوب الإصحاح الرابع الآيتان الثامنة والتاسعة نعم في المزمور المائة والخمسين تطلب من الآية السادسة قائلة كل نسمة فلتسبح يهوى النسمة هنا لها المعنى نفسه لكلمة الروح رواخ عندما أغمي على دانيال في الرؤية قال له الملاك لا تخف ولكن دانيال قال كيف يستطيع عبد سيدي هذا أن يتكلم مع سيدي هذا وأنا فحالا لم تثبت فيي قوة ولم تبقى فيي نسمة دانيال الإصحاح العاشر الآية السابعة عشرة إذا يمكنك يا إبراهيم أن ترى أن كلمة رواخ تفهم بمعنى نفس وليس بثمة شخص ثالث بلا جسد في ثمة ألوهية أسطورية سببت لي دوارا يا يوسف لذا داني أقرأ لك بعض الآيات الأخرى حسنا تفضل إشعياء الإصحاح الحادي والستون الآية الأولى روح السيد يهوى علي لأن يهوى مسحني لأبشر المساكين نبوءة جميلة عن مهمة المخلص نعم إن روح يهوى هنا تعني حرفيا نفس يهوى حسقيال الإصحاح السادس والثلاثون الآية السادس والعشرون وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزعوا قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأجعل نفسا جديدا في داخلكم النفس غالبا ما يكون رمزا للحياة بعبارة أخرى يا إبراهيم ما يقوله هذا النص هو إن يهوى سيضع في داخلنا قوة تحفيز جديدة تماما كما نفخ في أنف آدم نفس الحياة فأصبح الرجل كائنا حيا كذلك سيفعل لكل الذين يسألون هو الخالق سيعيد خلقنا من جديد هذا رائع جدا يا يوسف إنه المفهوم نفسه الذي نجده في المزمور 146 عند الحديث عن تسبيح المرء لياه وهو على قيد الحياة يقول أصبح يهوى في حياتي وأرنم لإله ما دمت موجودا لا تتكل على الرؤساء ولا على ابن آدم حيث لا خلاص عنده تخرج روحه أو رواخ فيعود إلى ترابه في ذلك اليوم نفسه تهلك أفكاره مزمور 146 الآيات الثانية والثالثة والرابعة يذكرني هذا بمقطع آخر نجده في سفر الجامعة حيث كان سليمان يقول فاذكر خالقك في أيام شبابك ثم يتحدث عن موت المرء فيقول فيرجع الطراب إلى الأرض كما كان وترجع الروح إلى يا الذي أعطاها الجامعة الإصحاح الثاني عشر الآيات الأولى والسابعة الروح التي ترجع إلى يا الذي منحها هي الروح نفسها أو رواخ؟ نعم أصبح الرجل كائنا حيا عندما نفخ الخالق في أنفه نفس الحياة عندما نموت فإن هذا النفس الذي يحتوي على شرارة الحياة من واهب الحياة الإلهي يعود إلى الخالق بهذا المعنى استخدمت الكلمة في الكتاب المقدس كله لديك روح يا ترف على وجه المياه ورد في الإصحاح الأول من سفر التكوين أنه قال فكان كلماته التي شكلها نفسه كانت تملك القدرة على تنفيذ مقالة هذا مفهوم رئيس لا يتعلمه أبدا معظم الناس يهوى يملك قدرة فائقة حتى نفسه يحتوي على قدرة خلاقة هل أنت جاد؟ هذا ما يقوله الكتاب المقدس أين ورد ذلك؟ في الإصحاح الخامس والخمسين من إشعية أصغي فيما أقوم بقراءته حسناً إشعية الإصحاح الخامس والخمسون من الآية السادسة حتى الحديثة عشرة يقول أطلبوا يهوى ما دام يوجد أدعوه وهو قريب ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره وليتب إلى يهوى فيرحمه وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران أترى؟ إنها دعوة إلى التوبة والعودة إلى يهوى لنيل المغفر أنت محق ثم لكي يشجع المؤمنين على ثقة بحبه يضيف ياه لأن أفكاري ليست أفكاركم ولا طرقكم طرقي يقول يهوى لأنه كما علت السماوات عن الأرض هكذا علت طرقي عن طرقكم وأفكاري عن أفكاركم والآن لاحظ هذا المقطع التالي إنه المفتاح لفهم الأمر سيشرح يهوى كيف أن كلماته تملك القدرة على تنفيذ ما تنطق به يقول لأنه كما ينزل المطر والثلج من السماء ولا يرجعان إلى هناك بل يرويان الأرض ويجعلانها تلد وتنبت وتعطي زرعا للزارع وخبزا للآكل هكذا تكون كلمتي التي تخرج من فمي هي لا ترجع إلي فارغة بل هي كلمتي تعمل ما سررت به وتنجح فيما أرسلتها له دعني أرى إن فهمت جيدا أنت تقول إن كلمات إياه نفسها تنجز أي شيء تنطق به نعم الكلمات المشكلة من نفسه تنفذ كل ما يقوله هذا صحيح بالضبط هذا مفهوم جديد إلى حد ما ينبغي أن تفكر فيه ماليا لذا دعني أقدم إليك مثلا للتوضيح تفضل أرجوك فلنفترض أنني بحاجة لمساعدتك في نقل شيء ما من غرفة التخزين ندخل إلى هناك ونرى المكان مظلما نعم أعني أن ظلمته حالكة لا يمكننا رؤية أي شيء ثم أقول المكان مضاء سأكون كاذبا ليس مضاء لمجرد أنني أعلنت أن المكان مضاء نعم المكان لا يزال مظلما ولكن هنا الفرق بيننا أنا وأنت وبين ياه عندما يقول ياه إنه مضاء فهو مضاء بالفعل بالنسبة إلي أن بغي أن أضغط على مفتاح الإضاءة لإنارة المكان لكن الخالق ليس بحاجة إلى ذلك كل ما عليه فعله هو قول كلماته ونفسه روحه يملكان القدرة لتنفيذ ما ينطق به يا للروعة أجل هذه فكرة جديدة بالنسبة إلي وبهذه الطريقة يا إبراهيم تكلم ليصبح الكون في الوجود هذا مذكور بشكل واضح في تكوين الإصحاح الأول وهو مكتوب بشكل رائع في كتبنا المقدسة ولكن لتوضيح الترجمة بشكل مباشر يقول ليكن نور فكان نور ليكن جلد فكان جلد لتكن نباتات فكانت نباتات لتكن أسماك وطيور فكانت أسماك وطيور فلتكن حيوانات فكانت حيوانات فهمت فهمت ما يقوله يهوى يكون الأمر بمنتهى البساطة نعم ولهذا السبب من المستحيل حرفيا أن يكذب يهوى إن قلت شيئا ما وهو في الواقع غير صحيح فأنا كذاب ولكن إن قال يهوى إن شيئا ما هو كذلك فجأة يصير كذلك حتى ولو لم يكن كذلك قبل أن يقول ذلك هذه هي قوة كلماته المنطوقة أخيرا يبدو الأمر منطقيا لطالما افترضت أن يهوى لا يكذب ببساطة بسبب قوة شخصيته ونزاهته وهذا صحيح لكن في الأمر أكثر من ذلك أنت تقول إنه لا يستطيع الكذب حرفيا لأن كلماته نفسها تملك قوة خلاقة لست أنا من يقول ذلك يا إبراهيم بل الكتاب المقدس ألقي نظرة على المزمور الثالث والثلاثين فيه دعوة لتسبيح يهوى ولكن لاحظ ما يقوله يقول اهتفوا أيها الصديقون بيهوى غنوا له أغنية جديدة لأن كلمة يهوى مستقيمة وكل صنعه بالأمانة بكلمة يهوى صنعت السماوات وبنسمة فيه كل جنودها لأنه قال فكان هو أمر فصار المزمور الثالث وثلاثون الآيات الأولى والثالث والرابعة والسادس والتاسعة لماذا لم نسمع بهذه الآيات من قبل؟ لا أدري لأنها واحدة من أجمل وأقوى الحقائق المسجلة في الكتاب المقدس وهناك شيء آخر أود مشاركته هو لا يتعلق بالروح القدس بحد ذاته لكنني أود أن أذكره هنا لأنه قوي ومرتبط بموضوعنا تفضل أرجوك تذكر عندما كانت العليق تحترق وطلب من موسى العودة إلى مصر وتحرير بني إسرائيل فسأل ماذا أقول إن سألوني من أرسلك؟ طبعا إنها المرة الأولى التي نطق فيها الاسم الإلهي لقد قال أهيه الذي أهيه هكذا تقول لبني إسرائيل أهيه أرسلني إليكم خروج الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشرة صحيح إن بحثت عن معنى عبارة أهيه الذي أهيه ستجد أنه يتضمن حرفيا فعل الكينون ندمج هذه العبارة مع ما جاء في عبرانيين الإصحاح الثالث عشر التي تقول يهوشو هو هو أمسا واليوم وإلى الأبد علما أن ما هو صحيح عن يهوشو هو صحيح عن والده أيضا عندها سنحصل على اسم بمنتهى القوة عبرانيين الإصحاح الثالث عشر الآية الثامنة يه هو صيغة المضارع استعداد دائم للمساعدة يه كان صيغة الماضي يه سيكون صيغة المستقبل الإصحاح الثالث في ملاخي يقول أنا يهوى لا أتغير كان يكون وسيكون هذا ضماننا وعزاؤنا من الغرابة أن نفكر في فعل على أنه اسم عندما كانت زوجتي حاملا يا يوسف أمضت تسعة أشهر وهي تبحث في قوائم أسماء الأطفال لإيجاد الاسم المناسب لا يخطر ببالك أن الفعل قد يصلح ليكون اسما ومع ذلك تجده ملائما للخالق يمكنك أن تعدد لائحة من الأفعال وستجد أن كل واحد منها ينطبق على يهوى يكون أكون يكونون كان كانوا قد كان كلها تنطبق عليه هذا رائع يا إبراهيم كون اسمه هو فعل الوجود أمر يؤكد على وجوده الذاتي وطبيعته الأبدية والمهم في هذا هو أن العبارة التي وردت في سفر الخروج الإصحاح الثالث الآية الرابعة عشرة والتي ترجمت بعبارة أهيه الذي أهيه هي الكلمة هايا بماذا تحي لك هذه اللفظة؟ تبدو أشبه بالصرخة التي يطلقها ممارس الفنون القتالية هايا بالضبط يا إبراهيم قرأت مرة في مكان ما أنها كانت تستعمل كصرخة حرب في كوريا على ما أظن إن بحثت عن الكلمة في الإنترنت فستجد أنهم يعطون تعريفا مضحكا للكلمة هايا يقولون أن كلمة هايا غالبا ما تستخدم في الفنون القتالية وهي بمثابة إخراج مفاجئ للنفس يستخدم لمنح المرء قوة إضافية فيبدو في أحسن حالاته هنا أيضا تريد فكرة النفس فأنت تخرج النفس عندما تنطق بالكلمة وأنت تشدد عليها لكن ما هو فعلا مثير للاهتمام؟ هو أنك إن فتحت على سفر التكوين الإصحاح الأول فماذا تجد؟ تجد الفعل كان الذي هو اسم يهوى في قصة التكوين حقا أين؟ ليكن نور فكان نور لتكن نباتات فكانت نباتات اسمه يرد هنا غير معقول هذا يوضح لنا كيف أن يا استطاع أن يخرج الكون إلى الوجود لكن بالإضافة إلى ذلك يا إبراهيم يجب على هذا أن يحفزنا لنثق بكلمته ونطالب بوعودنا جاء في كلمته وإنما إن كان أحدكم تعوزه حكمة فليطلب من يا الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير فسيُعط له رسالة يعقوب الإصحاح الأول الآية الخامسة نعم أتحتاجون إلى الحكمة؟ كلمته لكم كونوا حكما أتحتاجون إلى الشجاعة؟ كلمته لكم هي تشددوا وتشجعوا لا تخافوا ولا ترهبوا وجوههم لأن يهوى إلهك سائر معك لا يهملك ولا يتركك تفني الإصحاح الحادي والثلاثون الآية السادسة صحيح أتحتاجون إلى المغفرة؟ أتحتاجون إلى التطهير؟ فكلمته لكم هي غفرت لكم خطياكم وكونوا طاهرين لأنه إن اعترفنا بخطيانا الفعل بالحاضر فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطيانا ويطهرنا من كل إثن آمين يحنى الأولى الإصحاح الأول الآية التاسعة هذا جميل كيف يمكن أن يفشل أي كان بوجود هذا النوع من القدرة الإلهية في تصرفنا؟ هذا هو السر الحقيقي للروح القدس فالكتاب المقدس يقول إن الروح القدس هو نفس يهوى ونفسه نفسه يتمتع بالقدرة والقوة لتنفيذ ما يقول سواء أكان فيما يتعلق بخلق العوالم أو بإعادة خلق القلب البشري أصدقائي لا تغيروا المحطة سنعود بعد قليل أنتجت فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance أكثر من 1500 شريط وثائقي بأكثر من 30 لغة زوروا موقعنا wordslastchance.com أو ابحثوا عن شرائط الفيديو الخاصة بفرصة العالم الأخيرة World's Last Chance على اليوتيوب فأشريطة وثائقية جديدة حول مواضيع مختلفة يتم نشرها باستمرار ابدأوا بمشاهدة الحق وتعلمه فيما لا تزال الفرصة سانحة لكم وذلك على موقعنا راديو فرصة العالم الأخيرة wordslastchance.com إذن يوسف تعلمنا أن عقيدة الألوهية الثالثية تأتي من الوثنية والكتاب المقدس يعلم أن الروح القدس هو نفسيا حرفيا صحيح يا إبراهيم إنه العامل الناشط في التكوين سواء أكان تكوين العوالم أو إعادة تكوين القلب البشري إذن إن لم يكن هناك ألوهية ثالثية تعمل معا في تناغم ومن الواضح لا وجود لها فكيف تسير الأمور اسمع يا إبراهيم نحن نعبد الآب الذي هو خالق كل حياة والطيبة والمحبة والآب والاب المتحدان في واحد ويعملان معا لصالح الكائنات كافة فالآب هو العليم الذي يعرف كل شيء القدير الذي يقدر على كل شيء والكلي الوجود الذي يتواجد أينما كان في وقت واحد أجل هكذا يرى الأطفال وأهلهم نوعا ما صحيح وهذه هي العلاقة الرائعة التي يرغبون في توطيدها معنا مباشرة قبل خيانة المخلص في الجت سيماني على الأرجح عندما كانوا يتنزهون هناك فسر لتلاميذه كيف أنه هو والآب واحد وكيف ينويان أن يقودان إلى الوحدة معهما هذا هو الحديث الذي دار بينهم والذي قال لهم خلاله أثبتوا فيي وأنا فيكم يوحنى الإصحاح الخامس عشر الآية الرابعة وهناك أيضا صلى للمؤمنين قائلا ولست أسأل من أجل هؤلاء فقط بل أيضا من أجل الذين يؤمنون بي بكلامهم ليكون الجميع واحدا كما أنك أنت أيها الآب فيي وأنا فيك ليكونهم أيضا واحدا فينا وأنا قد أعطيتهم المجد الذي أعطيتني ليكونوا واحدا كما أننا نحن واحد أنا فيهم وأنت في ليكونوا مكملين إلى واحد وليعلم العالم أنك أرسلتني وأحببتهم كما أحببتني يوحنى الإصحاح السابع عشر الآيات العشرون حتى الثالثة والعشرين وكيف تتحقق هذه الوحدة؟ بواسطة الروح القدس أصبت بواسطة الروح القدس اقرأ لنا ما يقوله عن الروح القدس في يوحنى ومتى جاء المعز الذي سأرسله أنا إليكم من الآب روح الحق الذي من عندي الآب ينبثق فهو يشهد لي لكني أقول لكم الحق إنه خير لكم أن أنطلق لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعز ولكن إن ذهبت أرسله إليكم يوحنى الإصحاح الخامس عشر الآية السادسة والعشرون والإصحاح السادس عشر الآية السابعة هذا وعد لن يتركهم وحدهم محرومين سيرسل إليهم المعزي روح الحق نفس أبيه الذي يتمتع بالقدرة لفعل ما يقول وهذا كان حقيقيا في الإصحاحات اللاحقة بعد قيامته ذهب يهوشوى لرؤية تلاميذه يقول يوحنى الإصحاح العشرون أقتبس ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس يوحنى الإصحاح العشرون الآية الثانية والعشرون لم ندرك أن الأمر كان حقيقيا جدا فنفسوا ياه الفعلي الذي خلق العالم وأقام يهوشوى من بين الأموات نفخ في تلاميذه لينجزوا عملا محددا لنعود إلى يوحنى الإصحاح السادس عشر فهو يفسر ما هو عمل الروح القدس يوحنى الإصحاح السادس عشر بدءا من الآية الثامنة ومتى جاء ذاك روح الحق يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دين إذن هذا هو عمل روحية هو قوة التجديد والتنشيط في العالم بهدف التعليم وإعادة الخلق الآن اقرأ الآيتين التالية نعم إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن وأما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية يحنى الإصحاح السادس عشر الآيتين الثانية عشر والثالثة عشر إنها هبة كبيرة تقدم إلى كل من يقبلها بإيمان إنه المصير الأبدي الذي ينتظر كل شخص يقدم إرادته ورغباته إلى الآب ويصبح في وحدة معه ومع ابنه ويصبح واحدا معهما بواسطة روح الحق فهمت لذلك في غلاطية يقول بولوس إذن لست بعد عبدا بل ابنا وإن كنت ابنا فوارث ياه بيهوشو غلاطية الإصحاح الرابع الآية السابعة بالضبط يا إبراهيم يتضمن حزقيال الإصحاح السادس وثلاثون أحد الوعود الأكثر جمالا وقوة والمسجلة في تاريخ الكتاب المقدس لكننا لم نفهم المعنى الكامل لذاك المقطع لا يمكنك أن تفهمه بالكامل إن كنت تؤمن بالثالوث لكن أن تعرف أن الروح هو نفس يهوى الذي يحوي قدرته الإلهية والخلاقة والآتية من العدم أمر معناه مهم جدا ذلك منطقي أكثر من الروح القدس المجرد من الجسد إنه لأمر رائع بالفعل يا إبراهيم والآن اسمع ما يقوله حزقيال اقرأ الآيتين السادس والعشرين والسابعة والعشرين من الإصحاح السادس والثلاثين يقول هذا وعد من الخالق سيعيد خلقكم من جديد عندما أخطأ آدم وحواء ورثنا كلنا طبيعة خاطئة ساقطة لكن هنا يهوى يعدنا بالتخلص من تلك الطبيعة الساقطة وبنزع قلب الحجر ذاك من لحمنا وبإعطائنا قلبا جديدا قلبا من لحم نعم أي طبيعة جديدة من نفخ في أنف آدم نفخة أو نفس حياة مستعد لينفخ فينا روحه اليوم لنخلق من جديد على صورته يا له من وعد عندما كنت شابا يا يوسف كنت أحسب أنه من غير المنصف أن نحاسب كلنا بسبب خطيئة آدم وحواء لكن من هذا المنطلق يه يجعل الأمر يبدو أكثر إنصافا أليس كذلك؟ بالطبع فهو يعيد الأمر إلى السابق إلى ما كان عليه بالنسبة إلى آدم وحواء أي أن الأمر يرتكز مجددا على خيارنا نحوى سفر التكوين الإصحاح الأول يذكر أن يهوى خلق الإنسان على صورته على صورة يهوى أو إيلوى خلق ذكرا وأنثى خلقهم والآن الخالق عينه يقدم إلى كل واحد منا فرصة لاختيار إمكانية أن يخلق من جديد على صورته أخبرني يا يوسف كيف يمكنك أن تتأكد من أنه سيفي بوعده لك بأن يعيد خلقك بعض الأشخاص لديهم قدر كبير من الفرح في يهوى ثقة كبيرة كيف يمكنك أن تتأكد بنفسك من أنه سيفي بوعوده لك من خلال روحه سأخبرك يا إبراهيم عن شيء ليس مؤشرا وهو مشاعرك فمشاعرنا تتبدل كأن نشعر بتوقن إلى إجازة من العمل أو نشعر بالحماسة لترقية في وظيفتنا أو يسهل أن نشعر بالسعادة والتفاؤل أو بأننا مملؤون بالإيمان لكن إن أصبت بزكام أو بالإنفلوانزا أو لم تحظى بقسط كاف من النوم فإنك تتذمر طوال اليوم وتحبط وتيأس مشاعرك ليست بأي طريقة مؤشرا على أن ياه وفى أو لم يفي بوعده لينفخ فيك روحه ويعيد خلقك على صورته هل تريد أن تعرف بنفسك؟ ثق بكلمته وتذكر من المستحيل أن يكذب ما يقوله يصبح الواقع الجديد هذا صحيح إنه مفهوم جديد حسنا بهذا المفهوم الجديد هل يمكنك أن تفسر لنا ما هي الخطيئة التي لا تغتفر؟ الخطيئة التي لا تغتفر هي التي عرفت تقليديا بالخطيئة ضد الروح القدس وقد شرح يهوشو الخطيئة التي لا تغتفر في مرقص الإصحاح الثالث فقال الحق أقول لكم إن جميع الخطايا تغفر لبني البشر والتجاديف التي يجدفونها ولكن من جدف على الروح القدس فليس له مغفرة إلى الأبد بل هو مستوجب دينونة أبدية أمين الأمر الذي يشعر معظم الناس بالالتباس بشأنه هو أنهم يشعرون أن يهوى انتقامي بعض الشيء فيما يتعلق بمغفرة هذه الخطيئة بالذات في النهاية نحن نسمع عن مقدار مغفرته لكل الخطايا الأخرى صحيح إذن لما لا يغفر هذه الخطيئة نعم يمكن أن تراودك تلك الفكرة فهذا ما شعرت به في السابق وهذا أمر لا يروقك الاعتراف به لكنك تتساءل لما لا يمكنه أن يغفر هذه الخطيئة إن كان يغفر الخطايا الأخرى كلها سؤال وجيه يا إبراهيم والإجابة عنه هي لا يمكنه أن يغفر هذه الخطيئة لأنه مهذب ماذا تعني؟ يهو مهذب لن يفرض نفسه حيث ليس مرغوبا فيه عندما يرفض الشخص أن تبكت روح ياه له ضميره عندها لن يستمر ياه في فرض نفسه على من لا يرغب فيه تذكر ما كان عمل المعز تبكيت أو إدانة عالم الخطيئة والبر والدينونة صحيح عندما يرفض الشخص مرارا وتكرارا تبكيت روح ياه له فإن يهو لن يفرض نفسه عليه سيتراجع بتهذيب ولكن بمرارة سينسحب وعندئذ تصبح الخطيئة غير قابلة للغفران لأن روح ياه المبكتة قد انسحب ماذا يبقى عندها؟ كيف يفترض به أن يبلغ القلب؟ هذا منطقي لا توجد حقا طريقة أخرى حين تنبذ وترفض الوسائل الوحيدة المتاحة التي يمكن أن تعيد خلقك من جديد على صورة الآب عندها لا يمكن القيام بأي أمر آخر لك لكن الخبر الصار هو أن يهو لا ييأس في الحال فهو يحاول مرارا وتكرارا في رؤية الإصحاح الثالث يقول هنذا واقف على الباب وأقرأ إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعش معه وهو معي رؤية يحنى الإصحاح الثالث الآية العشرون وهذه الدعوة لا تزال متوفرة حتى اليوم إنها مجانية لكل من يثق به وبكلمة لدي سؤال لك يا يوسف في أفاسوس الإصحاح الرابع الآية الثلاثين يقول بولوس ولا تحزن روحياه القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء إذن كيف نحزن روحياه؟ كيف تحزن نفسه؟ اسمع يا إبراهيم واضح أنك لا تحزن الهواء لكن يمكنك أن تحزن قلب الآب فهو كلي الوجود من خلال روحه أو نفسه الواهب للحياة والمحافظ عليها تحزن قلبه عندما ترفض قوة أو قدرة روحه الجاذبة فيعود إلى الخطيئة التي لا تغتفر فالآب يحبنا كثيرا ويحزن قلبه عندما يرفض أحد روحه ويكون عليه الانسحاب يحبنا كثيرا أصدقائي سنعود بعد قليل مع البريد اليومي ابقوا معنا أنتم تستمعون إلى الراديو فرصة العالم الأخيرة عبر WBCQ على الموجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا الراديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك قبل وفاته بوقت قصير تنبأ المخلص بأن كل من يتبع الحق سيتم اضطهاده بسبب إيمانه رؤية تكشف لنا أيضا أن القوانين التي وضعها البشر ستهيمن على النموس الإلهي فروميا الإصحاح الثالث عشر هو مقطع من الكتاب المقدس سيستعمل في المستقبل لإجبار المسيحيين على احترام القوانين البشرية وانتهاك النموس الإلهي إن حاول أحدهم أن يسيطر على ضميركم باقتباس الإصحاح الثالث عشر من روميا زاعما أن الصلاحيات يأمر بها ياه فما سيكون جوابك ماذا ستقول؟ لفهم معمق وصحيح للمعنى الحقيقي لروميا الإصحاح الثالث عشر زوروا موقعنا wordslastchance.com واقرأوا واجب المؤمنين المدني عدنا أيها الأصدقاء وسنخصص بعض الوقت للرد على بعض أسئلة مستمعين السؤال الأول طرحته كاميليا هوشر من أوكازاكي في اليابان تسأل في فرصة العالم الأخيرة تشددون كثيرا على أيام الأعياد اليهودية والسبت ألا يؤكد ما ذكر عن مجلس أورو شليم الأول في أعمال الإصحاح الخامس عشر أن السبت والأعياد لم تعد ملزمة لمؤمني الأمم؟ شكرا يا روق هذا السؤال فالحق موثوق به لذلك يجب دراسة هذا الإصحاح والتطرق إلى تلك النقاط ما تشير إليه الأنسة هوشر هو بالطبع الخلاف الكبير الذي حدث في الكنيسة المسيحية القديمة حول ما إذا كان يجب على مؤمني الأمم أن يخضعوا للختان أو لا هذه كانت النقطة الأساسية الأولى يمكنك يا إبراهيم أن تقرأ عنها في أعمال الإصحاح الخامس عشر في الواقع ما رأيك في أن تقرأها لنا الآية الرابعة والعشرين؟ حسنا سأنتقل إليها سريعا إذ قد سمعنا أن أناسا خارجين من عندنا أزعجوكم بأقوال مقلبين أنفسكم وقائلين أن تختتنوا وتحفظوا الناموس الذين نحن لم نأمرهم لطالما شعر اليهود الذو العقلي الموجهة إلى الأعمال أنهم متفوقون على الأمم وواقع أن كبرياءهم نبعة من كونهم خاضعين للختان يمكن استخلاصه من واقع أنهم يحتقرون الأمم لأنهم غير مختونين وكأن ذلك هو رحلة أعمال أعرف يا إبراهيم هذا صحيح إذن الخلاف في أعمال الإصحاح الخامس عشر كان عن الخلاص بواسطة الأعمال مقابل الخلاص بواسطة الإيمان فقد تخطى اليهود المتحولون إلى المسيحية ذو الأذهان الموجهة إلى الأعمال بولوس وبرنابة وقالوا للمتحولين الصغار الجدد إنه عليهم أن يخضعوا للختان ليخلصوا الخلاص بواسطة الأعمال دائما ما يتوق إليها القلب البشري أكثر من الخلاص بواسطة الإيمان ناقش الرسل هذه المسألة لكنهم فهموا أن الختان هو جزء من نظام الذبائح القديم الذي كان يتوق إلى موت المخلص لذلك أرسلوا جوابا إنه طويل لذلك فلنقرأ نهايته الآيتان الثمانية والعشرون والتاسعة والعشرون حاضر لأنه قد رأى الروح القدس ونحن أن لا نضع عليكم ثقلا أكثر غير هذه الأشياء الواجبة أن تمتنعوا عما ذبح للأصنام وعن الدم والمخنوق والزنة التي إن حفظتم أنفسكم منها فنعم ما تفعلون كونوا معافين هذا أساس رسالة للآنسة هوشر فهي تسأل لماذا أنتم في فرصة العالم الأخيرة تقولون إن النموس ما زال ملزما لماذا تشددون على أن السبوت والأعياد حتى عندما يقول الرسل إنه كل ما علينا أن نفعله هو الامتناع عن تناول اللحوم التي يدخلها دم ولحوم الحيوانات المخنوقة أو تلك التي قدمت إلى الأصنام وعدم الزنة بشكل أساس قائمة الأمم المختصرة بالضبط يا إبراهيم القائمة المختصرة الخاصة بالأمم إذن لماذا ثمت إضافات من قبل فرصة العالم الأخيرة World's Last Chance إلى تلك القائمة غالبا ما يستخدم ذلك كدليل على أن شريعة موسى الواردة في العهد القديم بما في ذلك الأعياد والسبوت لا تطبق على مؤمني الأمم لكن إن اطلعنا على الإصحاح بكامل فسنلاحظ أن هذا المفهوم خاطئ صحيح أولا يا إبراهيم فللقي نظرة على الآية العاشرة هل تقرأها لنا؟ في الواقع ابدأ القراءة من الآية الثامنة حاضر بطرس يتكلم هنا ويعارض إلزام متحولي الأمم بالخضوع للختان أتفهم؟ تفضل اقرأ حسنا يقول ويا العارف القلوب شهد لهم معطيا لهم الروح القدسة كما لنا أيضا ولم يميز بيننا وبينهم بشيء إذ طهر بالإيمان قلوبهم في هذه الآية بالذات حصلنا على الدليل على أن الختان لم يعد ملزما بعد الصليب لماذا؟ لأن يا لم يميز بين اليهود والأمم صحيح تابع القراءة الآية التالية فالآن لماذا تجربون يا بوضع نير على عنق التلاميذ لم يستطع آباؤنا ولا نحن أن نحمله النير الذي قرر الرسل عدم وضعه على الأمم كان المفهوم الخاطئ الذي يقول إننا يمكن أن نخلص بواسطة أعمالنا وكل محاولة لتعليم أنه علينا أن نقوم بأعمال محددة لنخلص هي وضع نير على شعبيات هذا ما عناه الرسل في الذي أعلنوه في مجلسهم الأول بولوس أيضا كان يصر على أننا نخلص فقط من خلال الإيمان بمزايا يهوشوى وتضحيته صحيح فالختان وحده من دون إيمان لن يبرر أفعال أحد الرسالة التي بعثها الرسل من أوروشاليم سجلت في الآيات الثالثة والعشرين حتى التاسعة والعشرين لكن لنفهم فهما كاملا ما كانوا يفكرون فيه عندما وضعوا هذه الرسالة من الضروري قراءة نقاشهم أيضا لن نكرس كل الوقت لقراءتها كلها لكن فلنقرأ تصاريحهم الملخصة الآيات التاسعة عشرة حتى الواحدة والعشرين لذلك أنا أرى أن لا يثقل على الراجعين إليا من الأمم بل يرسل إليهم أن يمتنعوا عن نجاسات الأصنام والزنا والمخنوق والدم معظم الأشخاص يتوقفون عن القراءة عند هذه النقطة ويقولون يا إلهي أنا من الأمم وهذا كل ما علي فعله شريعة موسى لا تنطبق علي لكن تابع القراءة الآية الحادية والعشرين لأن موسى منذ أجيال قديمة له في كل مدينة من يكرز به إذ يقرأ في المجامع كل سبت حسنا يجب أن أقر بأنني لم ألاحظ ذلك من قبل لم أكن أتمعن بقراءتها معظم الأشخاص يفعلون مثلك يا إبراهيم لكن لاحظ الافتراض الواضح هنا لم يكن عليهم تعليمهم المستلزمات الأخرى لأنهم كانوا يتعلمون كانوا يتعلمون في المجامع أيام السبت وما كانوا يتعلمون لم يكن سوى شريعة موسى إذن ذلك يبرهن أنه كان من المعروف أن شريعة يا لا تزال ملزمة وأنه يجب الاحتفال بالسبت وبالأعياد السنوية أجل يا إبراهيم لم يكنوا مضطرين إلى إعادة ما تبقى من شريعة موسى إذ سبق أن تم حفظها لكن هذا ليس كل شيء ففي أجزاء أخرى في العهد الجديد يؤكد على أن المؤمنين ملزمون بحفظ الوصاة حسنا يهوشوى قال ذلك بنفسه ففي متى الإصحاح التاسع عشر قال فقال له لماذا تدعوني صالحا ليس أحد صالحا إلا واحد وهو يهوى ولكن إن أردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصاية مسيحيون كثيرون اليوم يجادلون قائلين إن الوصاية كلها يجب أن تحفظ باستثناء الوصية المتعلقة بالسبت لأن الوصاية الأخرى كما يقولون كررت في العهد الجديد لكن وصية السبت لم تكرر إذن لذلك يقولون إنها لم تعد ملزمة لكن هنا يقول يهوشوى احفظوا الوصاية ولا يقول احفظوا كل الوصاية إلا الوصية الرابعة صحيح يا إبراهيم علاوة على ذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار أن إحدى ميزات الجيل الأخير هي أنهم حفظوا وصايايا فلنلقي نظرة على رؤية يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية الثانية عشرة هنا سبر القديسين هنا الذين يحفظون وصايا يهوى وإيمان يهوشوى أجل هناك آية أخرى في الرؤية تربط بوضوح بين دخول السماء وحفظ الوصاية أي آية تقصد؟ رؤية الإصحاح الثاني والعشرون الآية الرابعة عشرة تقول طوبى للذين يصنعون وصياه لكي يكون سلطانهم على شجرة الحياة ويدخلوا من الأبواب إلى المدينة هذا واضح جدا إذن كل تلك العوامل تظهر أن الرسل لم يحدد معيارا للأمم ومعيارا آخر لليهود كما ورد في الآية الثامنة يا لم يفرق بين اليهود والأمم لذلك لن يتعهد الرسل بالقيام بذلك شخصية حسنا يوسف لدينا بعض الوقت لسؤال آخر قصير فؤاد مرديني من باترسون في نيوجيرسي في الولايات المتحدة يسأل في أي جزء من الكتاب المقدس يرد تفسير عن كيفية عمل التقويم القمري الشمسي هل يمكنكم تزويد بالآية؟ إنه سؤال رائع يا إبراهيم لكن هل اتباع كلمة ياه يعني إسناد كل اللهوت إلى نص واحد؟ إشعي الإصحاح الثامن والعشرين يعلمنا فكان لهم قول ياه أمرا على أمر أمرا على أمر فرضا على فرض فرضا على فرض هنا قليلا هناك قليلا إشعي الإصحاح الثامن والعشرين الآية الثالثة عشرة هذا مبدأ مهم يجب عدم التغاضي عنه عند دراسة الكتاب المقدس بالفعل يا إبراهيم هل يمكنك أن تبرهن من خلال الكتاب المقدس وجود جحيم دائم الاحتراق؟ حسنا أجل أجل يمكنك ذلك حتى إن الكنائس تفعل ذلك لكن ذلك يتعارض مع مزيد من النصوص التي تفيد أنه لا وجود لأمر مماثل لأن الأحياء يعلمون أنهم سيموتون أما الموت فلا يعلمون شيئا وليس لهم أجر بعد لأن ذكرهم نسية سفر الجامعة الإصحاح التاسع الآية الخامسة حسنا هذا يبرهن رأيي عندما يستخرج نص واحد من الكتاب المقدس يمكن استخلاص لاهوت كامل من ذاك النص ويصبح من السهل جدا الاسترسال الحق سيتوافق دائما مع ثقل الأدلة يمكنك أن تثق بياه ليحفظك بأمان بينما تقوم بدراسة أفكار جديدة بعقل منفتح يوسف أريد أن أضيف فكرة واحدة وهي أنه يمكننا أن نجمع عدة عوامل خاصة بعمل التقويم القمري الشمسي من خلال نصوص كتابية مختلفة لكن ما من آية واحدة تفسر قواعد الاحتساب التي يستند إليها التقويم ويعود سبب ذلك ببساطة إلى أنه كان أمرا معروفا فالكتاب المقدس يتضمن أسفارا من الترانيم والأشعار والنبوآت والتاريخ لكن لم يكلف أحد نفسه لكتابة تفصيل كيفية عمل التقويم لأن الكل كانوا يعرفون ذلك نقطة رائعة يا إبراهيم تماما كما في عصرنا هذا تنشر ملايين الكتب لكن إذا لم يكن الكتاب مخصصا لاحتساب الزمن فلن يتطرق إلى موضوع التقويم إذ يعتبر معروفا فالكل يعرفون كيف يعمل هذا غير ملائم لكن إنها سنة الحياة وأمور مماثلة تحدث أيها الأصدقاء إن كان لديكم أي سؤال أو تعليق نود سماعه أيضا زوروا موقعنا الإلكتروني www.worldslastchance.com.arabic وانقروا على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة أكرر www.worldslastchance.com.arabic اتصلوا بنا هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في فقرة وعد اليوم من كلمة ياه ولد هاري في مزرعة كان والده مهاجراً ووالدته يتيمة كان هاري يكره الزراعة ولكنه لم يخشى العمل بكد كان يعرف ما يريده وكان يعرف كيف يبقى مركزاً على أهدافه في النهاية أسس هاري فورد شركة فورد السيارات وباعتماد تقنية تجميع مثالية لتصنيع السيارات تمكن هاري من صنع سيارات أسعارها معقولة ويمكن للجميع أن يشتروها قال مرة العواقب هي تلك الأمور المخيفة التي تراها حين لا تضع هدفك نصب عينيك تشجعنا بسالة إلى العبرانيين الإسحاح الثاني عشر قائلة لذلك نحن أيضاً إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا لنترح كل ثقل والخطية المحيطة بنا بسهولة ولنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يهوشوة الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليبة مستهيناً بالخزي فجلس في يمين عرش يهوة تحمل يهوشوة الصليب لأنه لم يبعد عينيها أبداً عن هدفه فهدفه كان يكمن في الأبدية التي سيقضيها مع من يحب ونحن أيضاً منحنا تحفيزات حائلة لنبقي عيننا على هدفنا كورينثوث الأولى الأسحاح الثاني تؤكد لنا التالي ما لم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده ياه للذين يحبونه إنه وعد تشبت به لا تستسلم للخوف عندما تلوح المصاعب في الأفق قالت امرأة مسنة مرة يا بني لو كان الجبل سلساً لما تمكنت من تسلقه كل ما تحتاج إلهي للتغلب على المصاعب يهوى جاهز ومستعد لمنحك إياه مهما كانت الصعوبات التي تصادفك أبقي عينيك على الهدف التالي أبدية من السلام والفرح برفقة الآب والإبن لقد منحنا وعوداً عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها أصدقائي نحن الآن في الفقرة الأخيرة أتعلم يا يوسف استمتعت حقاً بموضوعنا اليوم كما سبق أن قلت قبلاً هذا الموضوع كان مربكاً بالنسبة إليه لم أفهم كيف يمكن لأي كان أن يقول إنه لا وجود للثلوث في حين أن الكتاب المقدس يشير بوضوح إلى الروح القدس هذا صحيح لكن الأمر بات منطقياً الآن فالروح القدس هو النفسية تلك القوة المانحة للحياة والتي نفخت في الكون فأصبح موجوداً يقوى إيمانك كثيراً يا إبراهيم ما إن تعرف حقيقة الروح القدس فهذا الأخير ليس شبحاً أسطورياً بلا جسد إنما هو حرفياً نفس يهوى ونفسه يحتوي على القوة لتحويل الأقوال إلى أفعال إذن عندما يقول ولا أنا أدينك اذهبي ولا تخطئي أيضاً النفس الذي ينشر الكلمات يحتوي على القدرة الخلاقة التي تجعل الأمور تتحقق تماماً كما حصل عندما قال ليكن نور وكان النور وكل هذا يذهب سداً عندما تؤمن بالألوهية الثالثية صحيح لقد حقق الشيطان انتصاراً فعلياً عندما تستر عن الحق ووضعه جانباً وزرع عقيدة وثنية بدل الحق بالفعل يا إبراهيم لقد قام بذلك لأنه يعرف أن شعبيا سيحتاج إلى القوة والثقة التي تترافقان مع معرفة الحق إن كنت تتبع الحق وعملك في خطر فستحتاج إلى القوة التي تحظى بها من معرفة أن يا قادر على أن يفي بأي وعد وبكل وعد قد قطع إذا كان زواجك في خطر لأن زوجتك ترفض اتباع الحق فستحتاج إلى الراحة التي تأتي من معرفة أن ياه قريب منك تماماً مثل نفسك عندما تكون حياتك في خطر لأنك ترفض المساوم على الحق ستحتاج إلى الشجاعة وتلك الشجاعة ستحصل عليها من معرفة أن وعود ياه هي لك حين تطالب بها لأنه دعني أقول لك يا إبراهيم تفضل عندما تبدأ أبواق الرؤية يحن بالتبويق ستنتهي الحياة كما نعرفها على الأرض أجل أنت تحاول أن تحلل وتفهم كيف سيكون ذاك الواقع الفوضى العارمة والذعر الأعمى عندما يكون الجميع مقتنعين بأن أولئك الملائكة الأشرار هم في الواقع كائنات فضائية عدوانية تغزو الأرض ولا نعرف كم ستكون الحياة على الأرض سيئة وعندما يرق البابة هذا البابة ليرأس ديانة العالم الوحيدة الجديدة سيؤثر ذلك على مجالات في حياتك كنت تعتبرها أمرا مفروغا منه في المستقبل القريب ستجرد من حرياتك المدنية وحقك في العبادة بحسب ما يملي عليك ضميرك لن يتم الاعتراف به بعد اليوم معرفة أن كل نفس من أنفاسياه يتضمن القدرة لتحقيق ما يقوله سيمنحك الشجاعة للمطالبة بالوعود التي تحتاج إليها في ظل أي وضع تكون فيها كتبت أليسا هوب واغنر أقطبس يمكننا في أي وقت أن نبرهن عن إيماننا من خلال اتخاذ إجراءات تظهر إيماننا بوعودية إن فهم ما هو الروح القدس بالفعل يمنحك تلك الثقة لتثق بكلمتي وتطالب بالوعود التي تتوافق مع وضعك ونحتاج إلى تلك الثقة لكي نبقى على إيماننا وسط الأزمة الآتية أصدقائي أرجو أن تتابعونا غدا وحتى ذلك الحين يوسف وأنا نذكركم أن يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود على الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيردز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة